اشتركوا في القناة حول هذا الموضوع ومعنا في استوديوهات شبكة وطن هذا الصباح دكتور عمار دويك مدير عامل هيئة المستقلة لحقوق الإنسان صباح الخير أهلا بك معنا يعني دكتور نتحدث عن تصاعد خطير جدا كارثي في الحالة الإنسانية في قطاع غزة حرب ليس فقط فقدان الأمان وإنما اليوم نتحدث عن السلم الثاني من الأولويات هو الغذاء بالنسبة لأهنى في قطاع غزة هذه السياسة الإسرائيلية الممنهجة في حرب التجويع كيف تلقي بذلالها بداية على المواطن في قطاع غزة يعني الآن قطاع غزة بعد 142 يوم من الإبادة الجماعية ونتيجة الحصار الذي فرد على القطاع منذ اليوم الأول منذ 7 من أكتوبر الآن قطاع وصل مرحلة متقدمة جدا من الكارثة الإنسانية على عدة مستويات أولا على مستوى الغذائي كما تفضلت في منطقة غزة والشمال وصلت حسب تصنيف برنامج الغذاء العالمي اللي هي المرحلة الخامسة من عدم الأمن الغذائي وهي أخطر مرحلة هي مرحلة الكارثة ومرحلة المجاعة يعني بعد هذه المرحلة تبدأ الوفيات وهناك تحذير من انفجار بالوفيات نحن بدأنا نسجل حالات وفيات فردية وحالات شفاف حاد جدا بين الأطفال وهناك أطفال نقل للمستشفيات وأطفال توفوا وكبار سن توفوا نتيجة نقص الغذاء لكن الخوف أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه أن تتحول حالات الوفيات الفردية إلى وفيات جماعية ومستوى الثاني من طبعا أنا أتحدث عن غزة والشمال هذا لا يعني أن باقي مناطق قطاع غزة فيها أمن غذائي في كل غطاع غزة هناك انعدام للأمن الغذائي في منطقة الوسط والجنوب لمنطقة رفح التي تدخلها كمية محدودة جدا لمساعدات أيضا هناك انعدام شديد في الأمن الغذائي حسب أيضا مسح قمبي برنامج الغذاء العالمي جميع عائلات قطاع غزة يذهبون إلى النوم وهم جائعون سكان قطاع غزة الآن أغلبهم على وجبة واحدة الغذاء يعني بعض الأغذية متوفرة بكميات قليلة وبأسعار مرتفعة جدا جدا وبالتالي من لا يملك المال فقط يعتمد على المساعدات وهي تأتي بكميات قليلة يعني عائلات كاملة تتغذى على علبة حمص علبة فول في اليوم عدة أيام وبالتالي وضع كارثي من ناحية الأمن الغذائي والمستوى الثاني اللي هو موضوع الصحة العامة يعني بعد تدمير حوالي 32 مستشفى من 36 150 مركز صحي الخدمات الصحية نهارت في قطاع غزة والصحة العامة نهارت نتيجة المجاري ونظام الصرف الصحي نهار الجمع النفيات توقف الجثمير وجثث والشهداء والتي متكدسة تحت الركام لما يتم استخراجها هذه أيضا لها أثار صحية سلبية نعدام مقومات النظافة نتيجة نقص المياه خاصة في مراكز الإيواء الآن هنتحدث عن انتشار الأمراض على نطاق واسع جدا أمراض الجلدية انتهاب الكبد الوبائي أمراض مختلفة معدية خاصة بين النازحين في مراكز الإيواء هذه الأمراض حسب دراسة قام بها الآن مركز في جامعة جون هومبكنز مركز الاستجابة للكوارث الصحية نشر دراسة خطيرة جدا نشرتها نيويورك تايمز الأسبوع الماضي عمل عملية الدراسة حسب الأرقام التي توفرها من قطاع غزة وهو يقول أنه إذا الآن توقفت الحرب اليوم وتم إدخال المساعدات نتحدث عن من هنا شهر خمسة في سبع ألاف شخص يموتون نتيجة الإصابات ونتيجة الأمراض التي لا يمكن علاجها حتى لو حلت المشكلة لكن إذا استمرت الحرب العدد قد يصل إلى سبعين ألف نتحدث فقط نتيجة الإصابات والأمراض المعدية وليس الأوبئة لكن يقول إذا انتشرت لا سمح الله الكوليرا في قطاع غزة الأرقام ستنتقل من مائة ألف قد تصلت من مائة ألف وفاة إذا استمر الوضع على ما هو عليه نحدث عن كارثة إنسانية قد يعني لم تحصل في العصر الحديث إذا استمر الوضع على ما هو عليه والتالي هذا العالم الآن العالم الذي يقف عاجز وبعضه يقف متواطئ مع ما يجري في قطاع غزة لن يسامحوا التاريخ حكامنا وإخواننا واشقائنا في منطقتنا العربية لن يسامحهم التاريخ على ما يجري الآن في قطاع غزة نحكي دكتور عن 142 يوم من حرب إبادة جماعية بكل أشكال الحرب التي تمارس أهلنا في قطاع غزة نتحدث تحديدا عن سياسة التجويع قطاع غزة على حافة الهاوية فيما يتعلق بهذا الموضوع وموضوع الأمن الغذائي ولكن اليوم كيف نقرأ مواقف الكثير من المنظمات الأممية التي وقفت جانبا حيال ما يحدث في قطاع غزة سمنا رحى 142 يوم قرار برنامج الأغذية العالمية ووقف تمويل الغذاء إلى شمال الغزة اليوم نتحدث قبل قليل عن تصريح صادرنا عن الأنر وانا ستوقف تقديم المساعدات تحديدا في مدينة غزة تحت إطال ما يسمى بالفوضى العارمي يعني هذه المواقف لهذه المنظمات الأممية يزيد الطين بالله ويزيد فجوة فعليا المجاعة في قطاع غزة الآن العمل الإغاثي يوجه يعني تحديات كبيرة جدا في قطاع غزة أولا السلطات الاحتلال لا تقدم أي ضمانات بالحماية والأمن للمنظلات الإغاثية بالعقش تقوم بقسف القوافل وقتل الطواقم وبالتالي هي تعمل في عادة في ظروف مثل هذه في العالم لا تقبل العمل لأنه ما فيه أمن ما فيه هذا رضي يعطيه أمن إسرائيل طرف وتعطي الأمن وبالتالي إسرائيل تحمل مسؤولية الأولى عن الوضع والكالثة الإنسانية لكن أيضا المنظمات اللغاثية عليها مسؤولية وإحنا يعني على تواصل معهم جميعا فمثلا برنامج الغذاء العالمي أعلن أنه سيقف إدخال المساعدات لشمال غزة وهو قال أنه لأنه السبوع الماضي يوم الثلاثاء الماضي وقف أنه حاول يدخل عشر قوافل والمواطنين الجياع هجموا عليهم وبالتالي أصلا هذا يعني شيء طبيعي أنه الناس جائعة وبالتالي أخذ ذريعة لوقف البرنامج إحنا قلنا أنه هذا غير مقبول وهذه ليست مبرر حتى لو هجموا عليها المواطنين لازم يدخلها وأصلا إذا هجموا عليها المواطنين هم رح يأكلوا الأكل رح يأكلوا في الآخر يعني المهم يدخل الأكل لمنطقة الشمال قد يكون فيه مشاكل في التوزيع وكذا لكن المهم يدخل الأكل في الآخر يتوزع بطريقة معينة في الآخر اللي بيقدر يجيبه اللي بيشتري منه طاعت بعض بيتكافر مع بعض اثنين يجب أن يبحث عن بدائل إذا مش قادر يدخلوا عبر الأرض يدخلوا عبر الإسقاط الجوي وهذا ممكن لكن هم يتذرعوا وهذا يزيد الضغط على المواطنين في منطقة الشمال هذا يزيد من المجاعة والإبادة الجماعية إحنا كان فينا لقاء أول أمس مع بعض المنظمات الإغاثية على الأرض في غزة وحسب ما أخبرونا أنه التعليق يعني في طريقه إلى الحل يعني هم الآن بيبحثوا عن بدائل وأنه راح يستأنفوا بأسرع وقت لكن هذا أيضا يعني إحنا بننتظر يبدأون أنه المساعدات في قطاع غزة آخر فترة كثير تراجعت خاصة المساعدات التي تدخل عبرها معبر رفح معبر رفح يعني تقريبا بالأسبوع ما دخل إلى عدد محدود جدا من الشاحنات الإغاثية لا تجاوز عشرة يعني محدود جدا والبدخل فقط قطاع خاص وقطاع خاص يعني بتقول قطاع خاص تدخل عن بعض البضائع من خلال الشركات تستغل لحاجة الشعب فلسطيني وبدخله كميات ومرتفعة الأسعار جدا يعني المواطن العادي البسيط حتى المواطن اللي معاه فلوس في غزة قد لا يتمكن من شراءها مثلا الجاجة المجمدة اللي بتدخل عن طريق المعبر رفح من الشركات المصرية تباع الآن في قطاع غزة بسبعين شيكل وهي طبعا جودة رديئة جدا وحجم قليل ولا تسمن ولا تغني من جوع فتخيلي يبدو كأنه يعني رفح الآن صاروا يعطوا لأولوية القطاع الخاص لأنه فينا شركات تستفيد منه على حساب الإغاثة معبر كرم أبو سالم سلطات الاحتلال تتذرع أنه في مظاهرات وهي مظاهرات أغلبها هم اللي بحركوها أصلا مظاهرات أنه عائلات إسرائيليين وكذا إلى آخره عشان بضوا يعطلوا أدخال المساعدات فالكميات اللي بتدخل لقطاع غزة الآن تراجعت بشكل كبير جدا بالتالي الأزمة هي ليست فقط غزة والشبال جميع قطاع غزة يعاني من الأزمة الغذاء ونقص الأمد الغذائي وهذا سيترك أثار بعيدة الأمد خاصة على الأطفال اللي راح يصيبهم نقص شديد في التغذية نقص في الحديد هذا سيترك أثار صحية على صحتهم البدنية والعقلية ما لم يكتم إنقاذ الوضع طيب دكتور اليوم تحدثت عن بداء الوصولا أو بعض الإجراءات الممكن أن تأخذ بعين الاعتبار من قذبل هذه المنظمات الدولية والأممية اليوم نتحد وصولا إلى التوزيع الآمن للمساعدات التي تأصن ضئيلة ولا تلبي حاجة المواطنين في قطاع غزة اليوم المطلوب فعليا من أجل الضغط على الاحتلال من أجل استماح بإدخالها المساعدات ودورها المنظمات في هذا الجانب الإنساني هلأ إحنا كما ذكرتك إحنا على حوار خاصة في قطاع غزة زملائنا في قطاع غزة إحنا في لقاءة مستمرة مع المنظمات الغاثية العاملة في القطاع ودائما إحنا نشير لحلول ولقضايا عملية يعني مثلا موضوع الإسقاط الجوي موضوع مثلا توفير حماية للشاحنات الشرطة في قطاع غزة حاولت أكثر مرة توفر حماية للشاحنات لكن احتلال قام بقصف سيارات الشرطة وقتل عناصر الشرطة وبالتالي الاختلال هو الذي خلق الفوضى الآن موجودة في بعض المناطق في قطاع غزة لكن القطاع الخاص مثلا بدخل مساعداته من خلال استعانة بشركات حماية شكلت مؤخرا في قطاع غزة أو عائلات توفر حماية يمكن استعانة فيها مؤقتا من أجل توفير الحماية للشاحنات حتى تصل إلى أماكن توزيحها بشكل صحيح توزع بشكل أمن يمكن إيجاد حلول الأهم أن الدول تضع ثقلها وتضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الكميات الكافية وتنفيذ قرار لمحكمة العدل الدولية اللي بالمناسبة اليوم اليوم 25 2 هو مرور شهر قرار سادة 26 و 1 اليوم بالضبط يكتمل الشهر لصدور القرار واللي مفروض أن إسرائيل خلال الشهر تنفذ التدابير الاحترازية وإحنا يعني عندنا تقرير حول الموضوع خلال الشهر جميع التدابير الاحترازية طلبتها المحكمة إسرائيل خلفتها بشكل كبير يعني موضوع القتل والإبادة الجمعية مستمرة وبنفس المهج وتدبير البنية التحتية وتدمير المستشفيات موضوع عدم إدخال المساعدات بالعكس الوضع الإنساني بعد قرار المحكمة أصبح أكثر سوءا بما كان عليه قبل التحريض ما زال مستمر وبشكل كبير جدا بجميع مستويات الحكم في دولة الاحتلال والتفاخر بالجرائم التي يقوموا بها وتدمير الأدلة وأدلة يمكن استخدامها في تثبيت الإبادة الجمعية الاحتلال يقوم بتدميرها وبالتالي نحن نتحدث عن أنه فشل القانون الدولي بشكل كبير يعني الفلسطينيين أخذوا بارقة أمل بسيطة في قرار المحكمة العدل الدولية لكن إسرائيل التي مرغت أنف الأمم المتحدة بالتراب وأنف جميع المنظمات اللغاثية في التراب الآن أيضا تهين محكمة العدل الدولية وتهين القانون الدولي نعم استمرار يعني سياسة التجوعة الإسرائيلية هذا ينظر كما أشرت بالمزيد من تفاقم الكارثة والوضع الإنساني في قطاع غزة لما نتحدث عن أوبيئة عن أمراض التقارير التي صدرت قبل أليام عن اليونيسف أن طفل من بين كل ست أطفال بدون السن الثانية هم يموتون نتيجة سوء التغذية وهذه الأرقام أكيد مؤشرات للتصاعد في حال استمرار هذه السياسة اليوم نتحدث عن كمان تهديد إسرائيلي يعني الاستمرار بعملية عسكرية تحديدا في رفحة التي تحوي تقريبا ألف وخمسمائة نازح ووضعها ليس بأفضل حالا من الشمال الغزي الآن جميع مدرك أن أي عملية عسكرية في رفحة تعني مستوى جديد من الليبادة الجماعية وتعني تهجير حتمي إلى مصر وبالتالي هذا العالم الآن بتصور في كثير ضغطات على دولة الاحتلال أنه ما تقدم على هذه الخطوة الإجرامية والخطيرة لكن هذا يعني حكومة إسرائيلية حكومة لا تلقي بالا لأي يعني أي مطالب دولية ويحركها فقط الانتقام والعنصرية والرغبة في إبادة الشعب الفلسطيني والتنفيذ السياسات والأحلام الصهيونية القديمة بطرد الفلسطينيين وبالتالي إحنا الآن الأيام القادمة ستكون حاسمة جدا وبحاجة إلى أن العالم يقوم بدوره في وقف هذه الإبادة الجماعية إذا إذا لا سمح الله صار تهجير سيدفع الثمن كثير من الدول نذكر بعد نكبة فلسطين جميع الأنظمة العربية سقطت في 48 أغلب الأنظمة العربية سقطت وإنقلابات عسكرية وثورات وقتل حكام وغير ذلك فلسطين ليست مزحة يتم العبث بها هذه قضية قضية أمة وبالتالي إحنا الآن في مراحل تاريخية جدا ولكل ما مطلوب أن يقف أمام مسؤولياته منع التهجير منع الإبادة الجماعية نعم نحن نتحدث عن أيضا كوارثة الصحية والبيئية هي لن تبقى مقتصرة على قطع غزة في حال انتشار للأوبئة والأمراض وخاصة الهيسارية الآن ومتفشية ما بين لسيمة الأطفال والنساء استمرار التكدس وغير يعني يعني منها الان هو كل بصيره في داخل قطاع غزة والاحتلال يحرص أنه يستخدم كل القضايا الإنسانية كأحد أسلحة الحرب للضغط على سكان قطاع غزة موضوع تعميق الأزمة الإنسانية تعميق أزمة العدام الأمن الغذائي منع إدخال الأدوية وغير ذلك كلها بهدف بزيد من الضغط ويسعى أنه يصل لمرحة الانهيار في معنويات المواطنين لكن احنا ما نرى من قطاع غزة بعد 142 نرى يعني صمود أسطوري يعني غير ما وجود في التاريخ يعني ما سمعنا بمثل هذا المستوى من البشر يستطيعون يحتمل وما لا يحتمل أحد كان اللهم وافي عوني ومشكرك جزيلا دكتور عمار دويك مدير عمل هيئة المستقلة لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر